النبي عليه الصلاة والسلام هو قدوتنا في التمييز لأنه كان عليه الصلاة والسلام مميزا في أخلاقي ومميزا في تفكيري ومميزا في تعاملاته مع شتى البشر مع المخلوقات النبي عليه الصلاة والسلام هو أفضل خلق الله وهذا نستطيع أن نقول رقم واحد في التمييز النبي عليه الصلاة والسلام وإن كان عاش عمرا قصيرا لكنه عاش عمرا مباركا حتى أن عمر رضي الله عنه كان يرذيه عندما جاءه ورد له عقله وعرف أنه قد مات قال له قد اتبعك في عمر قصير ما لم يتبع الأنبياء من قبلك النبي عليه الصلاة والسلام هو منطلق للتميز في العلم والعمل والعبادة والصبر والخلق الحسن لأن التميز مطلوب في كل الاتجاهات تميز الإنسان بينه وبين ربه وعلى الأقل ولو على جيله يتميز بشيء بينه وبين ربه يتميز بينه وبين نفسه يتميز بينه وبين الآخرين ولا يمكن أن يكون متميزا إلا إذا تعددت جوانب تميزه